موسيقى والله عمر كان وحشني قلت اجي اشوفه ونخبط حلقة حجاريه التلكائي مهو الجرعي والتلكائية ساعات بيقلبو بيضلمو معا موسيقى مع حلقة حلقة الهابي ميل او وجبات الاطفال السريعة مش عارف اقولك ايه مش عارف هو ابني ولا مستمسخ مني ولا ده القرين بتاعي في حتة ثانية من العوالم ابرام سمير يا جميع من الاناش شلتة نحطها له عالكرسي فاقولنا انا عارف زي ما هو وحلقة طويلة وضفء صير ده اللي اقدر اقول لكم زي كبيرو زي كبيرو وحشني انا عجبني اقول الانترو بتاعك ايه رايير حاجة سبيشال مميز اولا حاجة انا ما تكلمش كده مع حد والله ما قولتش بالقلب ده معظيف انا مش اي حد بقلها مش اي حد ده انت ده انت هتاكل ضغط مش ده برنامج حواري ايوة بس هالعلقة بينا خلاص كده الناس تعملت بينا يشوفونا بضربك وانت بتستغيث زي كبيرو وحشني والله والله وانت جدا طب انت هتقولي الناس احنا بالنا قديم طلغي يا بك انا مستني حالق برانبالي شوية بس هو يعني زوفو بقى هتعبات وجي النهاردة الحمد لله الحمد لله ولق تعالى انت تعالى قولي بقى قولي انت فاكر اول مرة شوكتيني في المسرح فاكر طبعا طب احكيلي بقى واقوم تباعك الاولاني بقى اول مرة كنا بنعمل اه مصرحية حماصة. ايه. ومصرحية الفرعوني. لو ان احنا الاسمي. هنجد صلاة لما سفتكرة واش. وانا كنت قاعد اه في اول صف او تاني صف. اه. قاعد عادي بتفرج عليهم لان يعني ما كانش لقيه دور. ايه. تمام? وفجأة الاستاذ السيد عمر بتودي. جي قاعد جمي. لان اعرفه ولا هو يعرفت. انا عرفه طبعا بس ما ما حصلش بنا كده. بيها الجنب يعني. بتعمله ايه؟. ده كان اول ناس اعطت جنبها فعلا. صح? ده اول حد انت تشوه. انتوا التلاتة في الصف انا راح تعجم بوك صح? اول دخلة في اليوم. قطيت على يميني انا فاكس. بالزبط. كأنهم بارح بالزبط. بتعمله ايه هنا? نعمل مسرحية وبتاع مع استاذ اشرف ومن الشباب. سحيت ايه بقى? وعدنا نتكلم. بسألني اسئلة. انا ما عرفش. انا كنت. وبتجاوب. اه جاوب عمي. تمام. اه. خلاص. اه. خلاص. اه. طبعا. لأ وانا وانا بحبك. ايه. يعني انت متعرف ايش. اه انت اصلا شفتني قبل كده فحببني عفيق بول. اريدي. ايه. احبك وبحب بابا. اوكي. ارحم ومحب خالو. فما كانش فيه افلة من الاول اوكي. فيه هيبة. ايه. مش مش موضوع الافلة. اهه. فيه هيبة النعينة دهو. فيه هيبة غير عادية. اوكي. وخايف انا خايف ارد غلط. جاوب غلط. ومش عارف ده. طب ده بتحان. طبعا انا هلعب معك لعبة. هقولك كزا ولا كزا انت تختار كزا. على طول يعني. ما انا فيش مواتقليش بقص الاتنين حبايبي اوص مش عارف. لا لا. تمام. معايت. احمد زكي ولا يمكن ارتك ونحن الشريف. نعم. محمود عبد العزيز ولا يحد محرود. محمود عبد العزيز. رجدي ابو ازة ولا عمار الشريف. رجدي ابو ازة. شدية ولا فاتن حمال. فاتن حمال. فاتن حمال ولا سعد حسن? سعد حسن. انا ولا الميليجي. الميليجي. التفير. تب نخدها ثاني انت. شكرا. مش. انت بقى فك الهيبة دي فكت او ده بدر جد ازاي بقى ده بدر انت في نفس المسرحية لما كان عندي افهين عايز اقوله تمام وانت ساعتها نديت على سليمان عيد تمام وقلت له في افهين حلوين ما تخلي الشباب يقوله وبتاعة وانا لسه جديد انا برتب كده وانت لسه جديد ومش عارف ومش فاهم اه بس انا عايز الراجل ده يقول افهين فا اه هو شهادة حق الراجل قال افهين عجبني فهاتوله مايك طايل يا جماعة خليه يقوله دخلت انا قلت افهين وتعوه ربنا كرم وانت كنت عامل خوفه ايوه 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 اتكلم بصراحة ايوه عمر ساعتها اول مرة يقف على خشلة مصرح واحنا انت عارف بقى انت اكيد بعد كده فهمت ان نظرات ساعتها كانت عامل ازاي اف ديف سألته على انتباع الاولاني انت بالشيء لا اه لا كمصرح بقى اللي هو حد لسه اول مرة يقف على مصرح ابيض وجاي بطاقة اللي بتعملوه هعمل زيه واحسن فيه فيه جرأة غير عادية في عين انسان بيعمل كل عاجة غلط بس اوه واصلة بس انا جاي اتعلم ومش فريق لي يا تماما مش فريق لك اي حاجة ايوه ايوه انا مشوفتش كده في حياتي بسهك ومن اول قادة انت عارف بقى أنت جيت على اول كريتة ايوه لان اول عرضين كنا كانوا مكتوبين والمتحدريين بالهم كتير من مكنش يس щоб كريتنا مش فريق predicدي وعمر كائد قادة الكريتة في القوضة السباية حاجاتي يا سبحان الله وفعلا وانا جديد زي ولفنا كده ما هو برضو الشعاب هي ما هو العائل كلها فكة وقلوبها بريضة ففكت معرفش انا مش عارفت ازاي فكينا بسرعة كده الحي بس انا استغربت مش علشان انت قاعدت بس انا فعلا والله العظيم بقول الكلام ده كل ما بتيجي سيرتك الكيرف بتاع الوعي بتاع الموضوع حصل ازاي بالتطور بتاعه مخيف ان يبقى في حد بلعنى انا اتعلمت يعني بسرعة جدا اه انت كنت شايف ان كده بسرعة ده انا كنت شايف انه بطيق جدا لا طبعا ده انا عدت شوية بقى وانسل وفتح الماي وقف الماي وكارسة اقل حد اشتغل مسرح تمام في الجروب كله اللي موجود مش اقل من خمس ست سنين ده اقل حد والله انت فرحتيني دي شادة يا استاذ ابرامو يا باشا ده احنا ده انا هاجبلك شلطة انا هقولك بقى كلمة واحدة وانت ترد باللي جاء على بالك عارف سؤال يعني ايه مش يعني مثلا المسرح كلمة الفلوس مهمة الدحك محلى حاجة يوم التلاتة ارخم يوم في حياتي ملوش معهم الكسل محلى كسل جدا اوكي السينما تاريخ افلام الاكشن موسر ليه الكنافة بالمانج رمضان حسين فامي ولا احمد عزي احجيال غير بعض حسين فامي كريم عبدالعزيز ولا السقه كريم طب كريم ولا عزي كريم طب مونة زاكي ولا منا شابه منا شابه طب غادة عبدالرهز ولا سميه خشي اه غادة كيه تحب الطوال انت فيش فايدة رجالة وستات تحب الطوال يا اخي ايه طبعا عندي نقص ماشي توتا ولا ربيع دخلنا بقى في الكلام اللي زعل في صحابنا في ايه بقى توتا ربيع في ايه في السنوية يعني ايه في ايه اي حالة في توتا اه خاطر ولا انور مين في يوم اللي بشرته اكتر بياضة اكتر بياضة انور اكتر بياضة انور انور صح كل دا ينبيقول انور قسقص ولا حمدي المنغني مين في يوم الاوسام دا سؤال صعب ايه دا انت صعب طبعا دا سؤال العصر انت مش هام انا بس اقاله في كل الحلقات بقى مين اقرب للانسان اقرب في يوم للانسان حمدي ممكن شوالة تم تاكت انك هتونشو كلمة قارب الانسان دي بتخلي قسقص في حتة الجبالاية فالناس بتروح رايح الحمدي تسدق انا هبطل قويه الجملة دي لان هي بتقذي قسقص ماشا ويزو ولا شاماء سيف اصلا انا ممكن اقولك ويزو ولا عمرك لان انت لو قلت ايه جابة كنية ويزو مسفكرة مان ويزو عشان اعيشارة برضى صح مان ويزو حبيبتي باسم يوسف كنت بحبه بدحكني جد موقعات الجمل يوم اسمه رحاب الجمل ممتسلة زميلة حمزة الجمل سمية تعرس معرفوك عين الجمل مكسرة انا اعجبني انك ماشي وراي ومتجاوي يا ماشي مش انت عمر والله انت اللي بتسلم انا باهدل والله يا عابر انا عاد فاضي وحياتي كامل وانا معاك في اي حابر قلت تكلم صحابي ونهبل بس يا ماشي انا جاي في اي حجب الدندوق مالك دي حكت او ادماغك ابيحة او يا عابره فكرت المشد اللي كنتو عاملينه لا يا حبيب فكرت ما صح لا والله بجد احكي لك انا بقى انت باعي الاولاني او انا بقى ايه زي ما هو حكى لكم كده بالظبط وبعدين ايه تقريبا بعد كام يوم فهمت خريطة الفرقة فعرفت ان فيه تلاتة دول بتعطب دول مع بعض طول الوقت ولازقين في بعض وما بيتكلموش كتير واصرارهم سوا وبيتعلموا على الناس كلها بتكسامة بس ما يفوشوا ما ممكن يشتموك ما تفهمش التلاتة دولوا واحدهم يعني خلاص وكان فيه المجموعة اللي هي فيها بتوع اغلب بتوع شزلونج اللي هم بقى انور على خاطر على سرد الزاوية فاهم مجموعة بتاعت عرض اسمه شزلونج دي مجموعة عين شمس بالظبط ومجموعة التالتة اللي هي بتوع خالد جلال بقتوتة قسقس ربيع ودول اللي كانوا القفلن بمعنى ايه الاكسر شرا ونجومية واحساسا بنفسهم صح؟ وكانوا هم اللي يخشوا قدرامون نيمر الجامدة وبتوع شزلونج هم اللي حمالين الاسية اللي يقفعل في الرواية يخده من اولا الاخيرة ويفرش لزملاء ومش فارق هو يقول كتير ففهمت الخريطة وانا عز قوي النوعية بتاعة الاندالة الكلاثة دول ومصطفى بسيط من الناس برضو اللي ايه انا حب الناس اللي هي اللي مفيش ما تاخدش وقت تتكلم معاه اول مرة اكدنا كصاحبه من قبل كده اثناء الفروفات والكرياتات انا شايف هذا الشخص في يا جماعة كنز عندكم في الفرقة والناس هو هي بتعمل زي ما هو بيقول انا بيعود اقترح فرضيات وساعات في القوضة اقود الكرياتة وانا اصلا مش في الرواية ولسه جديد على الفرقة فكرتني بحاجة في الرواية دي الرواية دي برضو اقترحت ان انا اخش معاك احنا كل اللي كان حاصل ما بيننا انت حانش شافه واللي حاصل في اول صف ده مش حاجة تاني طول الوقت عيني على الاستاذ ده شايفه قصير كده مكير وشبه فؤاد خليل الله يرحمه الله يرحمه فانا حادي بالكاركتر ومش عارف ازاي هم مش مستغلين وبعدين بعدها تخترح لدرجة ان انا ما بقال لنا فرضيات بدأت اقول له لا انا اخش انا بقى وابرامل وبالنسبة لاشرف انا بريحه من فكرة ان شخص مش عارف يعمله ايه قاعد بياخدش ادوار فانا بشيل عامل والاه الهدوء بالنسبة لي فاقول كان صعب ان انا انت عارف لما تبقى انت داخل على مجموعة جديدة ما كانش لسه يعني العرضي الاوليين ما يتحسبوش ليه ندخلنا عمال بحاجة زوالي وبعدين زي ما حكينا قبل كده انا وبشوي وحمد ما كناش جايين نمسي احنا جايين عشان فيه بريك قالوا انا فيه بريك وفيه بزبط انتو جايين وفضيين وفيه مرادة ايوه بزبط وانا كنت باخد يعني انا جيت على المسرح بمصروف ابويا ايوه ما اشتغلتش قبل كده ما حصلتش والجروب بتاعين شمس اللي هما خاطر أنور حمدي طوتة كل الناس دي دول احنا يعني دول أساتزتنا في الجامعة ايواه دول بالنسبة لكم باع الجدين متوaged بالزبط ف Shayna علشان امثل مع الناس دي انا خايف فاقول حاجة تطلع زيفت اي้يا ايوه هيو اياه فعشان ااخد يعني ااخد جرقة ان اتكلم دي حاجة كانت صعبة اخط لدرجة ان James wenn you die لدرجة ان انت اكترحت ساعتها ادخلوا واحد انت كنتين تملك وده شخص غير مفهوم ده الراس الكبيرة اللي بتدور الموضوع وبيوشوشني في ودني واقول انا الكلام بالضبط هو لما يختار انا اللمشي وراه فالناس اه وهو بالمرة يفكرني بالكلام لو نسيت حالة بس كان اكتراح مرفوض عدم الثقة فيه نحن الاثنين تعال نلعب لعبة تاني انا هقولك اسامي فكهة وانت تقولي الفكهة دي فكرتك من مين من الفنانين المصريين جيل قديم جديد صاحبنا يعني ايه طبعا على فكهة دي بيحبوها جدا لعبة حلوة عودة بس انت افهم فكرتها ودائما خد من روح الفكهة وقول هي فكرتك بمين فهديك مثال واحد تقوله التفاح الأحمر يقولك عادل امام واحد تاني تقوله التفاح الأحمر يقولك نادية لطفي فده اخد من التفاح ان هو قيمته عالية فعادل امام التاني اخد انه فكهة حلوة وندرة فاهم ال... ده فلسفية قوي دي عسل بقى هطلع في هت النص بقى انت مفتخي وبعد كهة فتكر زملائنا ومصرح مصر والأجيال اللي فاتت واللي جاي الفول مفتوح يعني اختر براحتك تعال نبدأ بالمانجة المانجة اللعبة حلوة اصباب كسر يفكر ايه؟ حاجة بينو بين الناس ايه فعلا محتاجة انك تبقى موسع خيالك قوي المرة جاي انا انا مصدع اصلا فمش احدر انت بتقول ايه؟ المانجة اصلا مين شبه المانجة؟ مين فكرك كما قولت المانجة؟ افتكرت التفاح الاحمر افتكرت عالي الامام عشان انت لسه ايه للمسل اوكي الموز اصقص بدأت تفن دي سهل دي الجوافة ربيع مقبولة بردو التفاح الاخضر الميزس ممكن طب حلوة هو طفاح الاخضر بتاع الضيت دايما كالطب بيجيب اللانش بوكس السائل بتاعه ده اه وفي الاخر بيأكل عادي معنا بردو بس اقولك اكل اكل الضيت ايه بعملت اللي علي البطيخ البطيخ انا افتكرت عدس افتكرت كاس العالم 2002 ليه؟ عشان كاس العالم كله بتاعه كوريا واليابان ده كل المتشاط كنت جايب بطيخ تمام وقابة تفرج يا فبقى حدوص مربوط بالبطيخ ايه وش انت اقب اعمل ايه؟ كانت لوب شمام يعني كده هو مال شمام يعني هنجيب مجرم يعني ايه وش كانت لوب فيه ناس بتسمي الكنتلوب على فاكه غير الكنتلوب اللي انا عارفه اللي هو الشمام او الكنتلوب الاتنين واحدتين ناس بتسميه شاهدو اللي هو اللون اصفر شوية فهو ميع كده فتختار مين محمد عنور مثلا ممكن مثلا ملون كده قولي احلى ثلاث افلام لحمد حلم كده الرضا اسف على الازعاج احلى ثلاث افلام لكايمة عبدالعزيز واحد من الناس الفي الله زرق واحد ولا اتنين واحد اوكي ادخال بحب اتنين اكتر اصلا شفت اتنين مرة واحدة اه انا دخلت الفي الله زرق كزا مرة بز الاول حوال اربع مرات اه لا اصوها حاجة هو مش طبيعي هو فيلم حلوها ماشي فالفي الله زرق اتنين لا واحد انا قلت واحد اتنين في الاختيارات اه ماشي تمام وبحب ابو عالي جدا وابو عالي احلى ثلاث افلام محمد سعد بوحة اللي بالي بالك تتح هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هتحب الاتنين يعني طب لو تختار بقى هتشتغل مع واحد هشتغل مع واحد؟ هشتغل مع أحمد دي سنة أحمد عارف اسمي الحمد لله أوكي آه التانية بس التانية عارف اسمك بس هو بيقول كده هو بيتدعي إنه مش عارف اسمك عشان ما تخدش أجل أنا في يوم تصور واحد اتطردت ثلاث مرات من ثلاثة لوكيشن يو طردني من القوضة من قوضتكو يعني انتو قلتوا قاعدين طردنا لقشو ايوه ايوه صح نزلنا تحت نزلنا عيني أنو هشوف حينتا طبين اطلع برق طبين اطلع برق طبين اطلع وكل مرة قلوه إذا زملنا وممثل صديق وبتاع تفكرت تاني يا اخي والله صح انتو مين اطلع برق طب ما تزبر لما رد مش عمكي لو كلك احنا مين ما تطردناش مش عمكي قاعد بتاع ديليفري يجايد لك اكل عايز حسابي اي حاجة أنا في كل مرة كنت مضطر انت اه 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 انا كنت انا وبشوي بتموتوا متضحكة بص عموما انا وبشوي فعلا لا اوه في مشكلة فينا مع بعض يعني وبشوي هينجح لوحده انا وارد انجح لوحده لكن احنا الاتنين مع بعض مستحيل جال اوه ما 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 في فايدة جربنا في كل المجالات ما نفعش اه فعنا الاتنين نتجمع الفقر والله العظيم مش عارف ليه اه 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 مشت بقى مش فاكلة كان اول دور اعمل الناس هو ايه وبعديها بدأت الناس تنتبه ان الرجل ده ممكن من جرب من كان يتماعه ويقوش جيه ودخلت بعدها فالالرهابيين مع الرابيع ضربت بقى معك بتاعها اللي هو انت ايه دي بزات وبدأت بقى رحلتك هنا الشباة الناس تبتدت تعرف ان في مخلوق في الرواية في الفرقة دي ايوة بس انت هيقل يعني على حد الذاكرة اول شغل فعلي كان مصرحية اللي كان فيها حمدي عامل احوال ايوة اللي احنا كنا الاسرة الدومياطية ايوة 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 دي اول مصرحية في سيسن تول ايوة هي دي بداية العلاقة اه يا لهو يا ابرام من اجمل المصرحيات ووصلنا بعد كده لدرجة حشتغلنا كتير انا وهو بس وصلت لدرجة من انا ايه في رواية مش عارفة عام فيها ايه طب اخش انا وابرام ونشوف عم تروعام تفاكر بقينا الرقم عشرة خلاص اللي هو ايه الطويل والقصير وفي يوم مصرحية بتاعت اللي هي الحفلة التنكرية اللي فيها شخصيات كتير دي واحنا مش عارفين نعمل ايه كل الرواية في البروفا بايزة وجلنا الاستاذ قشرف عباقي الساعة اثنين بالليل متخيل ان احنا خلصنا قلنا له احنا مش طيقين وفشلنا وتقافلنا وما فيش شغل ودي مش طريقة ومعنديش اشتغلين حاجة اندحك منا وعملنا كل حاجة كده بتاع كل رواية ده قال لنا طب بس بروحة طب ما تيجي ونعمل مش عارف ما تفهمش ليه كان ربنا فتح علينا يومها حتى عشرة قال كام اختراح فجأة بدأت تفك علينا فجأة طب انا هعمل كده فقلنا ايه احنا قالك نعمل شخصيات تاريخية فقلنا هنعمل عنطر وعبلة انا هعمل عنطر وهو هيعمل عبلة وعكاة فجأة قال ليه بتسنغي كده قلت له لا بقولك ايه احنا لقى العكس انت عنطر وانا عبلة وعبلة صحتها جنبة جدا وعنطر غالبان على عكس للناس ايه متخيلات لا 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 ايه رأيك بقى متعك وبعدين في البور بتاعك ده ومن انجح الروايات في مصرح مش لي انا وانت بس لمصرح مصرح كله متعالية لكل الناس واحنا من ليلتها مش عايزينها يعني منقوله مش عايزين نعرف سبحان الله ونكحت قوي نكحت جدا انت فاكر اصلا كواليس اللي احنا نكارية المشهد اعمل ازاي لو تفتكر ما كنا رايحين مش فاكر كنا عادينا ساعتها في فاني شقة في اكتوبر هي اكتوبر وقت اكتوبر كله وكنت ماشى وراك بعربيتي وتكوتش فارقع لو تفتكر ياه وتليفوني فصل كمان مش عارف اوصل لكو وفضلت بزوق المعربي بمساتر كان المشهد ده كان معارقب بتتقالي زي معارقب معقرب 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 لحد يوم العرب لحد يوم العرب مش عارفين هنقول ايه ايوة ويدوب قبل العرض وشوية زبطنا الرقصة بتاع تسيب ايه دي ايوة بتاع تسيب ايه دي وشوية الشاعر اه بالزبط حتى ملحقناش نعفظهم بالزبط قمنا مطلعين التليفون واريناهم وسبتناهم على العراق وعايز اقول لكو احنا تخضينا يومهم الرياكشن بتاع المشهد وبعدين ما بدأت انا طارده انا بقيت بالمح بس وانا بجري وراك ده الناس بتتهربد على فانا هو مش مسايمة احنا دي نجحت يالا كمل يالا نجحت احنا دخلنا انا فاكر ما شوفناش يعني ما ركزناش في حاج اللي هو احنا عايزين نعمل المشهد وخلاص ونمشي وخلاص وما فيش حاجة جلت يعني حتى انا فاكر ان ما غيرناش فيه كتير بعدين احنا بس زبطنا زبطنا وهو ما كانش طويل اوي بس كان مكسف تيك 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 ايه وانت انطلقت برضو مع الشباب وفتحت الفرديات في النص كده شوية اه بس انا اكتفيت بقى لان انا مكنتش قادر فعل انت كسول انا لسه بقى بحكي لحد عليك دلوقتي انت كسول ده ده لو تقوله احنا هنخش ومش هنتكلم يقولك انت جميل ده هو ده ده هو ده اه بالضبط كده احنا ثلاث افلام لعدل امام اكسه الله شوية طيب همتدي بفيلم انا بعيط ضحك من اول ثاني الاخر ثاني بوبوس لا يا رجل الله العظيم تعرف مين بوبوس الفيلم ده ولا لا عارف مين عادل اخويا اه للي مش عارف يا جماعة اه عادل اخويا هو بوبوس اللي بفيلم بوبوس انا فعلا والله العظيم كان في وعدة صاحبتي تمام كل ما تشوفني متدايق طيب ان شغلي بوبوس بجد انهيار ده لا والله انهيار تعرف ما ما اسمعوش كتير في السؤال ده يعني كفيلم مش بيتنقى كتير قدامي بس حلو منك عشان كده اديتك مقدمة لانه مرافو يعني بوبوس بوبوس اه لا اه لا تعال خليها في الفترة دي في مرجان في التجربة في عريس من جهة امنية عريس من جهة امنية حلو قويس جدا من الافلام الجهة بحب مرجان برده بحب مرجان جدا بحب مرجان جدا والسفارة في العمر طب فيلم جد بتحبوا ليه المنسب المفترة دي بقى الفترة دي كان كلها حلو مفترة عبقرية الحريف لا سيد انا ميش في الحريف ده مش حالف ليه بحسه كئين ما هو كئين بس انا كل صحابي يقدروا قوي جدا لا انا بقول لهم طيور الظلامة ام امير الظلامة انا بعشق امير الظلامة بتاع العميان طبعا بيت العميان ما هيه بحب الاشهده كمان اما بيتكلم بجد نعم امير الظلام قريب شوية صح احل تلت افلام الاستقا اما مافيا افريكان احلى تلات احلى تلات افلام الهني دي سعيدي في الجامعة الامريكية همان في امستردام وش اجرام ما تصبر شوية مش تي رمضان رمضان ابو العالمين مش تي رمضان ابو العالمين يبقى التالت رمضان مبروك ورمضان ورمضان مبروك ابو العالمين حبتها بس انا بحب فعلا التلاتة اللي طبعا انا بحظة ماشي موسيقى لميس الحديدي او مونة الشازي مونة إبراهيم عيسى او عمر عديد عمر عديد اسعاد يونس او ثانين يونس اسعاد يونس عمر الدياب او مية دياب عمر الدياب لا اصجاة الصورة بس الزبط مدحكت كده بس وكملت الاجابة ماشي واخترت الفن اه اه كذاب اوكي فيسبوك ولا انستجرام فيسبوك تكارك ولا تهاود تهاود تحولة ولا تبولة يا بولة طب تزوق ولا تلق تلق انا اعرفش هاي حاجة اه انت 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 جريء ايه طب ازوق لا 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 بالعاكس حساب الناس بقى كل واحد حيفها منها انا قصو دي من سؤال وانت قصو دي من جبان ربنا اعلم بالنواي بس ربنا مش هيبين حاجة دلوقتي هتفضل دلحد بقى ايه بقى انا مقصودش حاجة انا ميش دعم تمام وانا جاوبت ها يدني يا بي ماشي انا بساعدك يعني اه بفتح خيالك وانا تمام مع ايه مساعدة اوكي العنب جورج يسيدهم حلوة البلح اللسود الرطب ده ميدي على شريف حسني مين شريف حسني ايه ده جوز ويزو شريف بحضورة تزعل شيكو اصلا مش بتعود على حسني دي خلص اي صح حلوة انفع تيني الشوكي هرين مصطفى نانسي عجرم ولا شيني عبدو حيب في ايه في الطبخ اعتقد نانسي انت ابني اه ولما وزلك في الطبخ روحت نجاوب يعني ما السؤال بين نانسي وشيرين فاكيد في لغونك اصلا الاتنين بحبهم قوي واحدة مرهوي واحدة صوتها مره فضيئة فقول لي اختار من حسنة هل كنت تفضل تخلي مخلوقة تبقى شكلها شكل نانسي بس بصوت شيرين اه ايه تعموا فيك بشكل نانسي وصوت شيرين اه في بنقاد ما واحد يانه ريسو تعدم وكلسوم اوكي الكذب بيوضي فداية وسعاد بينجي بينجيك في الاول بس بيوضيك فداية في الاخر ما لقاش دعو بالارتخاء هي بحسها ازاي لما بقعد لوحدي بساء العربية بحب اشغل تسمع ايه بقى التنجون وحاجات كده خالص بسمع بقى لي فترة كبيرة جيت بسمع مكالسوف لا والله جدا اوكي وبسمع عراب يعني عدت فترة اسمع وجز اه شهين اه لكن المهرجانات بحسها لازم تشتغل في فرح انت مش سامع لبيضرم بطرقص على المزيك او خلاص صح اللي اتنين من الخط الخط وحفيده اه دي كت من الفرديات الجميلة اوي 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 وكت مؤلمة اوي اوي اه ليه كانتا اه كانت انا الخط وهو جدي الخط الاصلي وبعدين داخل به اه اه داخل به شنطة سفر هو جوه الشنطة ده كان حاجة يا ريتها شنطة سفر دي الشنطة اللي هي كان اللي هي هانباج وصفر في نفس الوقت دي اللي هي بتتجر وفي نفس الوقت عامل زي هانباج بالنصوص دي صغيرة كمان وانا داخل به وبساة الناس بتثقف بحي عادي وفجأة بفتح الشنطة على ده بيخرج منها زي العملية بتاعة ولادة البقرة والحاجات يعني بتسلت من الشنطة كنتش بتفتح انت كنت بتقلي بالشنطة على وشاة وانا بالدماغي مخبط في الارض عشان سيادتك تطلق علي بالشنطة وكاد كل ما كانت البال طبيقة عنيفة الناس كان ان كان عالطول مفيش منه وان كان عالعرض بعيد عنه وان كان عالمخ يا بلدينا فانت يا جدي عر علينا جدي ولدي يا ولدي جدي ولدي يا ولدي انت كنت بتقولهم ايه مساعدين للاخراج وانت داخل هتولي بقى ايوا 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 هتولي الشنطة هتولي اكسسورات بتاعتي الشنطة والعباية والسلاح وابراب ايوا صحة يعني كنت تعلم علي انه جزء من اكسسوراتي في الربابة خش ايه انفضوا على المصلح نضحك وننشي وانا مش حاجز باقي بالعكس يا لهو يا جماعة بجد من احلى الزكريات ده بقى اللي فتحنا في كتير ايه والفردية انا كنت فرحان بيها كمان ايه كان عجبني فكرة ايه انا كنت بخش اقوله ايه كانت اقتراحا قلتله احنا هنخش اقولك يا جدي الدكتور قال ان انت فاضلك مش عاد كم يوم تموت ولازم تموت دلوق فالتاني قولي انا مش جايلي الموت وعلاقها غريبة واثنين اخبية جدا وكننا عاملين نشيد الخط نشيد الخطيط اللي هو الا مش هادر غنيه دلوقتي انا مش فكره اصلا انا ما اكسي في عامل حاجات دي خلاص الوقت مقدم براما انا بقيتش عن دلوقتي خلاص خلاص انا لازم اقفل اقفل عايز تقفل اقفل وحياخدوه من الناس بتخبط علينا يا عم اللومة خلو صحبت عليك سوفت بقى ابراه ما انا مبسطة فيه شخول مصحف ممكن اقعد على اضرب معك حلقتين تمك تاني عادي يلا شوف هتأجر انت تاني انت دايس او انا عاجبتني اول اللي انت فيه طب كنت فين بالك فاقية شوية بقولك ما انا وانا بضحك عليك فاقية ما كنتش عارف ياجي ما عامل لك ايه وانت على ما جمعت بقى وصور الكاميرا هيفش اخونا يا شباب في ايه خلاص اقفل يا باشا اتفضل يا شباب احنا وقتنا عدا بسرعة يلا جماعة كات وركوا الى اللخاب مع احد السيعة انت باعي بص انا اتفاجئت وان شاء الله يعني اتوقع ان عمر هيكمل في الموضوع ده كتير شوية يعني لان هو عنده هتة المحاول يعرف ياخدك كده نطتك من حتة لحدة يعني انا بسط حلق اعدت بسرعة انا كنت عايز فعلا نقعد تانى ونحكي ويسألني ويجاوب ونفتكر انا ايه عايز اهمت دايب خايب اعمل حاجة عكر ومتتكلم كل اصحابي عشان نعمل حاجة نفوق كل ما نتكلم للكلمة ونحاول ندخل في الكتب مركع تاني الايه في حالة وانروح تاني للكلوب وانروح تاني للكلوب كل ما نتكلم للكلمة ونحاول ندخل في الكتب نرجع تاني الاهيه في حالة ونروح تاني للكلوب وانروح تاني للكلوب اشتركوا في القناة